أكد وزير والاتصال الناطق والرسمي باسم الحكومة عمار بلحمر أن رئيس الجمهورية قد جعل من حريات الصحافة مبدأا ثابتا في الدستور الجديد من خلال جملة من الضمنات توفر لصحفي ممارسة مهامه باحترافية وأخلاق مبرزا التحول الجوهري الذي تعرفه المهنة في ظل مصار التاسيس لجزائر جديدة هذا وقال بلحمر في رسالة وجهها إلى الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لثالث ماي من كل سنة أن رئيس الجمهورية جعل من حرية الصحافة مبدأا ثابتا قد كرسه دستور الفاتح من نوفمبر 2020 بكل الضمنات التي توفر لصحفي مساحة الحرية اللازمة لممارسة مهامه باحترافية وأخلاق وهو ما لقصته المادة 54 من الدستور بالنص على أنه لا يمكن أن تخضع جنحة والصحافة لعقوبة سالبة للحرية كما أبرز في هذا السياق أن مواقف رئيس تبون بهذا الخصوص اقترنت بافعال منحت لهذا التوجه الجديد بعده الفعلي لا سيما من خلال لقاءاته الدورية مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة بل حتى اللجنبية منها كما جعل من منصات التواصل الاجتماعي وسيلة مباشرة وتفاعلية يخاطب من خلالها المواطنين أينما كانوا بكل استدقن وشفافية ترجمة نانسي قنقر